هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول موقع الزيتونة خلال جولته بمدينة سانت كاترين حيث تفقد عدد عددا من المشاريع التي يشهدها الموقع ضمن خطة تطوير المدينة وإعادة مظهرها الحضاري استعدادا لجذب الزوار والسائحين كما تفقد رئيس الوزراء عددا من العمارات بالحي السكني بالزيتونة والذي يشهد إضافة وحدات سكنية وخدمات لاستعاب الكثافة السكانية المتوقعة للمدينة بعد التنمية واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الأعمال الجاري تنفيذها بالحي السكني بالزيتونة